طيب يا شباب هنبدأ دلوقتي فيه الـ experiment رقم 4 اللي هي المجنيتك فورس عنوائر وفي الـ experiment دي هنبدأ الأول نعرف هو أنا بشتعل على أي انت عندك مجنيتك فورس بتساوي الـ B في الـ I في الـ L في سين تزاوي لها دايما سين 90 و سين 90 دايما بـ 1 فانت دايما الـ relation بتركز على الـ F equal B في الـ I في الـ L لما انت عارف معادلة زي الـ Y equal MX ازاي تقارف تطبقها على النقطة دي الـ X دا اسمه independent factor أو سوري variable تمام الـ independent variable دا انت اللي بتقدر تتحكم فيه يعني انت اللي بتغير طب والـ Y اسمه ايه؟ اسمه dependent يعني هيتغير بناء على تغيرك في الـ X يعني أنا دلوقتي لو رحت قلتلك أنا عايز أشوف تغيير الفورس مع اللنث دي مجنيتك فورس مع اللنث معايد يا ترى التغيير دا هيطلع لي إيه؟ هيطلع لي M اللي هي عبارة عن الـ B في الـ I تمام؟ يبقى الاسلوب اللي هيطلع لي من هنا هو الـ M هو عبارة عن الـ B في الـ I يبقى انت خد بالك الـ X معناها ان انت بتغير الـ L يعني لو الـ L على الـ X axis يبقى انت دا اللي انت بتغيره وده اللي انت بتتحكم فيه وبناءا عليه الفورس دي بتتغير تمام؟ ولو حطيت اللاين يطلع لي الـ B في الـ I فانا جيت في أول معادلة تلع لي الـ B في الـ I بيساوي رقم معي وليكن مثلا تلع لي أي حاجة 0.25 تمام؟ بعد كده رحت عملت نفس المعادلة تاني بالـ F equal هنا بقى بالـ B I L بس هعمل ب- L في الـ I وهنا هاغير الـ I دا في الـ X وده هيتغير بناءة تغيير الـ I دا فين في الـ Y يبقى السلوب بتاعي هيتطلع لي الـ B في الـ L يعني لو رسمت هنا ال- I ورسمت هنا ال- F الـ Slope دا هيطلع لي الـ Slope دا هيطلع لي ال- B في الـ L فمسلا عملت ال-B في ال- L اطلع لي مثلا O.125 تمام؟ يبقى هنا أنا بتحكم في إيه؟ بتحكم في ال-I ومين اللي ثابت عندي؟ أنا مثبت الماغنيتك فيلد ومثبت ال-L طب جميل، جيت بعد كده عملت آخر حاجة ال-F equal مثلا ال-I في ال-L في ال-B يبقى هنا ده في ال-X وده في ال-Y يبقى أنا بغير الماغنيتك فيلد يعني بغير عدد الماغنيتس وهنا بشوف ال-F هتبقى ازاي؟ يبقى هنا الماغنيتك فيلد وهنا ال-F تمام؟ نفس الكلام يبقى ال-Sklobe اللي هيطلعلي من هنا هيبقى ال-I في ال-L ال-I في ال-L مثلا تلعلي به 0.22 طيب، يبقى أنت من ال-3 equations دول لو أنت عندك ال-3 equations وجيت في ال-Equation رقم واحد هتلاعي أنها ال-B في ال-I ال-Equation رقم واحد ال-B في ال-I بتساوي 0.25 ال-Equation رقم اثنين ال-B في ال-L بتساوي مثلا 0.125 وال-Equation الثالثة ال-I تمام؟ نشوف كده ال-I في ال-L ال-Equation رقم واحد هتلاعي أنت تقدر تبسطها لو أنت عارف او مثبت القيم دي عند كل إكسبرامنت زي الثانية بالزبط يعني دول كانوا سابتين فأنت سبتت ده مثلا عند الخمسة أمبير وجيت في المرة الثانية سبتت ال-L مثلا عند رقم معين 2.2 مثلا في المرة الثالثة حطيت ديت ب-2.2 حطيت ده بخمسة أمبير يبقى أنت تقدر لو قسمت ال-Equation دول على بعض تجيب رشيو بين ال-B وال-I تمام؟ ولو قسمت دول على بعض تجيب رشيو بين ال-I وال-L تمام؟ أو تقدر كمان أنك أنت تقول والله أنا عندي ال-RELATION رقم ثلاثة دي ال-I بتساوي O.22 مقسومة على ال-L تمام؟ أروح أعوض بها فوق هنا ويطلع ل-Equation تانية بمقسومة على L مضروبة في رقم بيساوي O.25 يعني ال-B على ال-L بتساوي O.25 على O.22 تمام؟ طيب، ليس أنت عارف هذا؟ أه أنا عارفه طيب ما تدربه هنا تجيب قيمة ال-B تمام؟ يبقى هذا اللي تقدر تعمل لو أنت اللي بتعمل ال-Experiment ومتحكم فيها طيب لو أنت مش متحكم في ال-Experiment وتلاقي القيم دي ما تقدرش أبدا لما تقسم المعادلة الأولى اللي هي ال-B في ال-I على المعادلة الثالثة اللي هي ال-I في ال-L تكانسل دول مع بعض ما ينفعش، ليه؟ لأن ده كان I-1 وده كان I-2 بتكانسلهم بناء علي مش معنى أن الرمز متشابه أن القيم بتاعتهم فعلا كانت متشابهة ساعة عمل ال-Experiment يبقى أنت لازم تبقى عارف أن القيم دي ما ينفعش أن أنا أكانسلها هباءا كده تكانسلها في حلقة واحدة أن أنت اللي عملت ال-Experiment وانت اللي كنت متحكم فيهم وقتها طب لو أنت لمش عامل ال-Experiment يبقى لازم تعرف هو إيه المعطيات اللي مديهاني وهو بيجي يقول لي كالتالي، حاجة نقطة كالتالي يقول لي إيه؟ يقول لي مثلا أنت عندك في النقطة دي كان أعلى نعمل هنا وليكن ال-Length دي كان بالرقم ده كان ال-Math ب-O.5 تلعلي الفورس برقم معين بعد كده ب-1 بعد كده ب-2 بعد كده ب-2.5 بعد كده ب-3 بعد كده مثلا ب-3.5 كيلو جرام مثلا يعني طبعا أرقام مش لاجيكة بس هاي عزين نعرف الإيه ال-Concept فتلعلي line بالشكل ده لما روحت أنا جبت السلوب بتاع ال-Line تلعلي السلوب ده اللي هو ال-B في ال-I تمام؟ فال-B في ال-I ده هو هنا مسلا نجي يقول لي عند ال-I بتساوي 5 أمبير يبقى هو كده مديني فعلا قيمة ال-I بتاعته يبقى أنا أقدر أروح وأعرف قيمة الماغنيتك فيلد يبقى أنا كده عرفت أحدد قيمة الماغنيتك فيلد بتاعي من أول جراف زي الجراف ده بعد كده هو بيجي في الجراف الثاني بيقول لي عين لي مثلا كيمة الماغنيتك فيلد مرة كمان طبعا عين كيمة الماغنيتك فيلد ازاي هو هنا مديني ال-Currents تمام؟ مثلا 0.5 1 2 2.5 3 3.5 4.5 ثم طيب تعالى نشوف 12.7 طيب جميل يبقى 12.7 هو عبارة عن ال B في ال L طب هو مديني كمت ال L طب لو مش مديني ممكن يقولي انا كنت شغال عند مثلا wire معين بكود معين تبص على الكود وتعرف الطول كم بكام وخد بالك من عملية تحويل المسافات من سنتيمتر الى متر انت برد تقدر تعرف ال B ومن ال B اللي انت جبتها هنا في الحالة التانية وال B اللي انت جبتها من الحالة الاولى روح قرينهم ببعض واعرف % of difference ف ف دول النقطتين اللي انت محتاج تركز عليهم طبعا النقطة التالتة انه هو يجي ديني قيم وقيم لل force وترسمهم مع بعض ويطلع لي برضو graph اللي احنا طلعنا به في الثلاث حالات ان دايما الفورس بتزيد مع زيادة current مع زيادة length مع زيادة field دول الثلاث حاجات اللي احنا اشتغلنا عليهم ولقناها ان هي direct مع او علاقة تاردية مع الطيار الكهرابي مع tool silk وفي علاقة تاردية مع المجال المغناطيسي يا اتو 혼ى نحن يبقى النقطة الأساسية التي نحن نطلع بها من experiment هذي و pigeon إذاً خلاصنا رقم 4